أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة تكليفات لمؤسسات الدولة لدعم ذوي الهمم وكلف الرئيس السيسي وزارة التضامن بتيسير إصدار كرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وكذلك تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة إتاحة عضويات من ذوي الهمم بمختلف مراكز الشباب والنوادي تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضماناً لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة قسوةً بباقي الأشخاص ذوي الهمم ثانياً تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقاً لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لزوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة ثالثاً تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضاً بتكسيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكسيف أنشطة الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من دول همم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لدول همم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وسقل مهاراتهم الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية منهم ترجمة نانسي قنقر